موسيقى بمناسبة مرور عام على هجوم كابل الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين أينما كانوا البيت الأبيض يقول إن سوليفان وغانتس ناقشا خلال اجتماعهم اليوم التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي موسيقى وبالرغم من تأكيده أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكية تظهر زخما قويا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرجح فرض زيادة جديدة على أسعار فائدة لمواجهة معادلات التضخم العالية موسيقى العاشرة ليلا بتوقيت جرانتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة أشرة مفصلة للأخبار أنا حيدر المحراب أهلا بكم شدد رئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين أينما كانوا مؤكدا أن إدارته ضاعفت حملتها ضد داعش وباقي المنظمات الإرهابية في العالم وفي بيان بمناسبة مرور عام على هجوم مطار كابل الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عشر جنديا أمريكيا ونحو مئة مدني أفغاني أكد أن الحرب ضد الإرهاب لا هوادة فيها وأن الولايات المتحدة ستستمر بالتصدي لكل التهديدات بدوره قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستواصل سياستها الدبلوماسية القائمة على المبادئ مع إجراءات أخرى لضمان عدم تحول أفغانستان مجددا إلى معقل آمن للإرهاب الدولي عام على هجوم مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل هجوم أوقع ثلاثة عشر قتيلا من الجنود الأمريكيين ونحو مئة قتيل من المدنيين الأفغان في هذه الذكرى الأولى للهجوم المروع خلال عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس الماضي أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض بشجاعة الجنود الأمريكيين وتضحياتهم على مدار عقدين من الحرب في أفغانستان وتعهد بملاحقة الإرهابيين ومطاردتهم أينما كانوا أكد بايدن أن إدارته ضاعفت حملتها ضد تنظيم داعش وتواطل حربها بلا هوادة ضد المنظمات الإرهابية الأخرى في العالم وقد قطعت وعداً أبدياً لضرب السعين لإلحاق الأذاب الأمريكيين وضمن الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتطرف أشار بايدن إلى أن واشنطن تمارس حالياً الضغط على التحديدات الإرهابية من دون إبقاء آلاف الجنود على الأرض في أفغانستان أو تعريضهم للخطر وهنا أعاد بايدن التذكير بأن واشنطن تمكنت في فبراير الماضي من القضاء على زعيم داعش في سوريا أبو إبراهيم القراشي وقتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمنى الظواهر الشهر الماضي في كابل من خلال غارات أمريكية دقيقة تعهد بضرب الإرهاب بقوة هذا ما شدد عليه وزير الخارجية لأمريكي أنتوني بلينكين في بيان له قائلاً إن الولايات المتحدة ستواصل سياستها الدبلوماسية القائمة على المبادئ مع إجراءات أخرى لضمان عدم تحول أفغانستان مجدداً إلى ملاذ آمن للإرهاب الدولي أناقش هذا الموضوع المشاهدين مع ضيفي من واشنطن السفير رونالد نيومان الدبلوماسي الأمريكي السابق وسفير سابق أيضاً للولايات المتحدة في أفغانستان السفير نيومان مرحباً بك معنا وشكراً لوجودك في هذه الجولة الإخبارية نتحدث عن عام مرة على الهجوم الذي شن على قاعدة في أفغانستان وأدى لمقتل 13 جندي أمريكي ونحو 100 مدني أفغاني خلال هذا العام كيف تقيم ما قامت به الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب لقد خسرنا الكثير من قدراتنا في أفغانستان خسرنا شبكتنا الاستخباراتية ومن الواضح أنه لا يزال لدينا القدرة على العثور على بعض الأهداف وضربها كما فعلنا مع أيمن الظواهري ولكن أقول أن كل التقارير تفيد أن القاعدة تزيد من قوتها في أفغانستان وبالطبع الدولة الإسلامية داعش لا تزال هناك وأعتقد أن لدينا قدرة أكبر على ضرب التهديدات التي تواجهنا ولكن لدينا قدرة أقل على العثور على التهديدات قلت بأنه تم ضرب كل القنوات التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة داخل أفغانستان وتلك ربما الأدوات الاستخباراتية كيف تم ضرب هذه الأدوات وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تعوضها من جديد لا يمكن تعويضها كلية أعتقد أن هذا شيء الولايات المتحدة عليها أن تقبله لا يزال لدى أمريكا وسائل فنية وبعض العملاء ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعوض كلية عن كل الأصول الاستخباراتية والوسائل الاستخباراتية الخاصة بنا في أفغانستان ولا يمكن التعويض عن الأصدقاء في الشرطة والجيش الأفغاني تحدثت أيضا سفير نيومان تحدثت بأن هذا الوضع الذي مر خلال هذا العام جرت فيه العديد من التغيرات ولكن الحدث ربما الأبرز السابق هو مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان بالنسبة لك كسفير سابق في الولايات المتحدة ماذا كشف لك تواجد أيمن الظواهري في أفغانستان وكذلك بعض الأنباء التي تتحدث عن قيادات أخرى في القاعدة ربما ما زالوا متواجدين هناك قتل الظواهري بكل بساطة يعزز ما يقوله أناس آخرون بما في ذلك الأمم المتحدة وهي أن القاعدة لا تزال في أفغانستان والأمم المتحدة قالت أن عديد القاعدة يزداد ويكبر وأتوقع أن هذا صحيح لدي الكثير من الأصدقاء لا يزال في أفغانستان وهم يقولون لي أن القاعدة تشغل منازل في كابل لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحا أم لا ولكن أقول أن التهديد لا يزال موجود بالنسبة للاتفاق الذي أبرم مع طالبان في الدوحة المعروف باتفاق الدوحة قراءتك لما يجري الآن في أفغانستان هل تعتبر بأن هذا الاتفاق يعد لاغيا لأن هناك ملاذ بين مزدوجين آمن للإرهابيين في أفغانستان وهذا نص مخالف بشكل صريح وتام للاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان هذا يعني أو هذا يحتاج إلى تصحيح الطالبان لم توافق أبدا على الإبتعاد عن القاعدة ولكن وافقت في اتفاقية الدوحة على منع القاعدة من شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان فنيا لا يوجد انتهاك من جانب طالبان للاتفاق لأن القاعدة هناك بالتأكيد أقول الولايات المتحدة أوضحت أنها ستضرب الإرهابيين ولكن الاتفاق الدوحة يتعلق بشيء آخر وهو التفاوض على السلام في أفغانستان وهذا فشل لأن معظم الاتفاق لا معنى له وموقفنا أسوأ مما كان عندما تم التوقيع عن اتفاق أشكرك على هذه المشاركة ضيفية من واشنطن سفير رونالد نيومن الدبلوماسي الأمريكي السابق وسفير السابق في أفغانستان شكرا لك قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن القوات الأمريكية سترد على أي هجوم تتعرض له طالما تستطيع تحديد مصدر الهجوم والجهة التي تقف وراءه بشكل قاطع وأضاف بوتشينو أن الوضع في سوريا تحت السيطرة وأن التصعيد بلغ ذروته في اليومين الأخيرين وشنت القوات الأمريكية هذا الأسبوع سلسلة غارات جوية قالت إنها استهدفت مواقع مجموعات تابعة لإيران في شمال شرقي سوريا دفعت الانتقادات التي وجهت لسقوط ضحايا مدنين في العمليات العسكرية الأمريكية دفعت وزارة الدفاع البنتاجون لاعتماد خطة جديدة لتقليل احتمالات حدوث ذلك تفاصيل أوفى مشاهدين عن هذه الخطة في هذا الشرح نتابع أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها إنشاء مركز العام المقبل المساعدة في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين في العمليات العسكرية بجميع أنحاء العالم من خلال تحسين التعليم والتدريب وزيادة الفحص قبل شن الغارات الخطة تهدف إلى أعطاء الأولوية لحماية البيئة المدنية كعامل حاسم في التخطيط للعمليات العسكرية ولتنفيذها وجاءت إثر انتقادات بشأن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين خلال الضربات الجوية على وجه الخصوص طبقا للخطة والتي وافق عليها وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن يتم إنشاء مركز التمييز للحماية المدنية والذي يضم قاعدة بيانات شاملة عن الأضرار المدنية وعن توصيفها وإدارة هذه البيانات بصورة فاعلة تستهدف الخطة إخضاع البيانات الخاصة بالأضرار المدنية السابقة للبحث والتحليل المتطور واستخلاص الدروس المستفادة منها تمهيدا لتقديم التقارير وبناء أثقة في مرحلة لاحقة من الخطة يبدأ تقديم الدعم المباشر للأوامر التشغيلية في وزارة الدفاع وتحسين القدرات والممارسات التي تخفف من الأضرار وأن يكون تقييم احتمال وجود ضحايا مدنيين عنصرا ثابتا في أي عملية لصنع القرار والاستجابة لهذه الأضرار إن وقعت تشتمل الخطة أيضا على إنشاء 150 وظيفة جديدة وتستكمل كافة مراحلها في عام 2025 حيث يتم تحديث الخطوات التي يجب اتخاذها لتحليل التهديدات على نحو دقيق ولتقييم الوضع على الأرض وتحديد الهياكل البدنية التي يمكن أن تتأثر يتم إنشاء أو نشر أفراد معتمدين من جانب مركز التميز للحماية المدنية في مراكز القيادة العسكرية الأمريكية لدعم ومتابعة سياسات القيادة والتوجيه إضافة إلى تدريب العسكريين على تحدي الافتراضات وتجنب الانحياز التأكيدي وتحديد المستويات المناسبة من اليقين ذلك خلال التثبت من أن الضربة ستصيب هدفها أهلا بكم من جديد في الجزء الأول من هذه النشرة تناولناه بمناسبة مرور عام على هجوم كابل رئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين أينما كانوا وفي الجزء الثاني سنتناول البيت الأبيض يقول إن سوليفان وغانس ناقش خلال اجتماعهم اليوم التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي كما سنتابع لاحقا بالرغم من تأكيده أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تظهر زخما قويا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرجح فرض زيادة جديدة على أسعار فائدة لمواجهة معدلات التضخم العالية بحث مستشار الأمن القومي لأمريكي جيك سوليفان مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس الاتفاق النووي مع إيران وقال بيان للبيت الأبيض أن سوليفان وجانس ناقشا التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي فيما قال جانس أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي بالصيغة المعروضة جهود أمريكية ليقناع إسرائيل بالقبول بالاتفاق المرتقب مع إيران فيما لا تزال إسرائيل تميل إلى تبني خيارات غير العودة للاتفاق النووي الإيراني لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية موضوع الاتفاق النووي مع إيران كان في صلو مباحثات نجراها الجمعة في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس بيان للبيت الأبيض قال إن سوليفان واجانس ناقش التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووية والحاجة إلى مواجهة التهديدات من إيران ووكلائها وأضاف البيان أن سوليفان شدد على التزام الرئيس بايدن الراسخ بأمن إسرائيل وأن الجانبين تبادل وجهات النظر حول سبل تعميق الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأشر بيان البيت الأبيض إلى أن الجانبين ناقش أيضا الحاجة إلى ضمان تدابير متساوية للأمن والحرية والإزدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء بينما قال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن جانس قال لسوليفان إن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي بالصيغة المعروضة وتقدم عدة عناصر قال إنه يجب تلبيتها حتى لا تتمكن إيران من التقدم نحو الأسلحة النووية وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية الاستمرار في الحفاظ على القدرات العملياتية الهجومية والدفاعية الموثوقة وتعزيزها في مواجهة المشروع النووي الإيراني والأنشطة الإيرانية في المنطقة حسب تعبير بيان مكتب وزير الدفاع وتتخوف إسرائيل من عودة واشنطن للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران الذي تخلت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتران الاتفاق النووي الذي تتم صياغته لن يعيق قدرات إيران لسنوات ولن يحد منها لسنوات مقبلة وسيدر بالأمن العالمي والإقليمي حسب تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي وتقول إسرائيل إن الاتفاق سيسمح لإيران بالحصول على موارد مالية كبيرة للغاية قدرها مسؤولون إسرائيليون بأكثر من 100 مليار دولار ستساهم في تخفيض الضغط الاقتصادي على الحكومة في طهران وستساعدها أيضا في تعزيز الدعم لمختلف وكلائها في المنطقة وفي المقابل تأمل في إقناع مسؤولي إدارة الرئيس بايدن بتبني نهجها الذي يقوم على مزيد من الضغط على إيران من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية والتلويح باستخدام القوة العسكرية لمنعها من امتلاك الأسلحة النووية وكبح نفوذها في الشرق الأوسط وأناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن ديفيد ماكوفيسكي الأستاذ في دراسات الشرق الأوسط وخبير العلاقات العربية الإسرائيلية بمعهد واشنطن أستاذ ماكوفيسكي مرحبا بك معنا يعني الولايات المتحدة تعد أكبر داعم لإسرائيل في العالم وتؤكد في أكثر من موقف ومن محفل بأنها الضامن الحقيقي والقوي لعدم امتلاك إيران لأي سلاح النووي والضامن أيضا لأمن إسرائيل لماذا بعد كل ذلك وبعد كل هذه التأكيدات ما زالت إسرائيل تشكك بالخطوات الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي هذه واحدة من أكثر اللحظات حساسية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ 2015 ربما مقاربة الحكومة الإسرائيلية في هذا الوقت كانت مختلفة عن فترة نتنياهو وتحاول أن تحل المشكلة بهدوء وعدم العودة إلى الكونغرس تحل المشكلة وراء أبواب موسدة الرد الأمريكي لإيران يبدو أنه يشير إلى قبول أمريكي للحلول التوافقية الأوروبية أو المقترحات الأوروبية والإسرائيليون يشككون في هذه المقاربة ولا يعتقدون أنها المناسبة في إيجاز صحفي أو الإيجازات الصحفية لرئيس الموساد نادرة ولكن بالأمس كان ينتقد وقال أن هذه الخطوة غير حكيمة إذن هذه لحظة حساسة جدا وأعرف أن الانتباه على أماكن أخرى أخذين بعين الاعتبار التطورات في الاقتصاد وفي مناطق أخرى ولكن هذه لحظة حساسة وتأتي خلال فترة انتخابية في إسرائيل مما يفاقم المسألة يبدو بأن هذا الاتفاق بحسب أكثر المؤشرات والتقارير التي نقرأها بأنه ماضي ربما بضرف أسبوع سيتم التوافق عليه بحسب طبعا المحللين حين ذاك كيف يمكن أن نصف العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هل سيحدث كما حدث أيام إدارة الرئيس أوباما وأيضا نتنياهو حينما كان رئيس للوزراء في إسرائيل وكانت العلاقات إلى حد ما متشنجة بين الجانبين كما قلت هذه الحكومة وغانس هو وزير الدفاع الآن لابيد هو رئيس الوزراء وأيضا بينيت الثلاثة اتفقوا على العمل بهدوء لا يجب أن يكون هناك صدام مع الولايات المتحدة الآن نتنياهو سيخوض الانتخابات القادمة ويقول تريدون أن تكونوا الأخيار ما الذي حصلتم عليه هذه المقاربة لا تنجح أيضا نتنياهو لم ينجح أيضا مقاربته لم تنجح إذن اللحظة حساسة جدا وبايدن عليه أن يتحدث مع لابيد على التليفون الإعلام الإسرائيلي قال إن لابيد حاول الاتصال ببايدن ولم يتمكن هذا ليس جيدا القادة عليهم أن يجدوا طريقة للتعامل مع خلافاتهم لأنني قلق من أن الجميع يريد تجنب الصدام ولكن أنا قلق لأن الصدام قد يحدث نعم حضرتك كمراقب الآن هل تعتقد بأن إسرائيل بهذه الخطوات بأنها مخطئة حينما تعارض الخطوات الأمريكية بإبرام هذا الاتفاق كون هذا الاتفاق بطبيعة الحال سيحجم من إمكانية إيران للوصول إلى سلاح نووي وهو ضمانة كبيرة يعني ليست ضمانة أمريكية إيرانية وإنما ضمانة دولية مع إيران هنا نتطرق إلى الكثير من التفصيلات وليس لدينا الوقت على شاشة التلفزيون بصورة أساسية إسرائيل ترى الإنجازات على أنها قصيرة الأمد تخرج إيران من المعادلة لسنتين ولكن حسب هيكلية الاتفاقية بحلول عام 25 أمريكا ستفقد قدرتها على فرض عقوبات اقتصادية على إيران في ظل الاتفاقية وإسرائيل تخشى أن الولايات المتحدة ستفرج عن 250 مليار دولار لإيران من حسابات إيران المجمدة وهذا سيؤدي إلى الكثير من عدم الاستقرار الإقليمي وهذا يقلق ليس فقط إسرائيل وإنما دول الخليج ودول الشام الدول العربية قلق أكثر من عدم الاستقرار الإقليمي أكثر من الخطر النووي والدول العربية هادئة الآن ولكنها لا تعرف كل التفصيلات التي تجري ولكن هذا سيكون له عواقب على الدول العربية وليس فقط إسرائيل بالفعل فيه تفصيلات كثيرة شكرا جزيلا على هذه المشاركة لضيفي من واشنطن ديفيد ماكوفيسكي الأستاذ في دراسات الشرق الأوسط وخبر العلاقات العربية الإسرائيلية بمعهد واشنطن شكرا لك رجح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول فرض زيادة جديدة على أسعار الفائدة في اجتماع المجلس القادم لمواجهة معادلات التضخم العالية بالرغم من تأكيده أن مؤشرات الاقتصاد تظهر زخما قويا تصريحات باول جاءت خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي احتضنته مدينة جاكسون هول بولاية وايومينغ الأمريكية في كلمة وصفت بالهم قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول صورة واقعية عن التحديات الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي وسط ارتفاع نسبة التضخم وخطط البنك لمواجهة الأزمة إعادة الاستقرار إلى الأسعار على الأغلب يتطلب الحفاظ على السياسات الملزمة للبنك الفيدرالي المواقف التاريخية السابقة تحذر من تخفيف القيود قبل الوقت المناسب أعضاء اللجنة وأيضا التقارير الاقتصادية لشهر يونيو أظهرت أن معدل الأموال الفيدرالية يقارب الأربعة في المائة حتى نهاية العام 2023 أعضاء اللجنة سيحدثون أرقامهم في اجتماع سبتمبر المقبل باول أكد أن البنك المكزي الأمريكي مصمم على تخفيض امتصاص التضخم بكافة الأدوات الاقتصادية المتوفرة لديه ومنها استمرار رفع نسبة الفائدة في محاولة لتقليل حجم الطلب على المواد مع تأكيد على همية ابقاء الاضطفاع لمدة مطولة حتى يتم تخفيض نسبة التضخم الحالية رسالة جرون باور هي الوقت لم يحين إيقاف رفع سبب الفائدة تداعيات هذه الرسالة على الأسواق الإطارية الأمريكية هي إبقاء سياسة المنك الفيدرالي برفع سبب الفائدة إلى حين توقف التضخم من ما يؤدي إلى خلق سوط الإطار وتوقف في انخفاض أو تمامت مبيعات الإطارات في الأسواق الإطارية الأمريكية باول أكد أيضاً أن تأثير الخطط الحالية للاحتياطي الفيدرالي سيكون صعباً على المواطنين وقد يشكل تحديات للشركات والعاملين فيها ما قد يتسبب في تخفيض نسبة المبيعات واتفاع نسبة البطالة في المستقبل القريب رئيسة بنك الاحتراط الفضالي في مدينة كانزس سيدي ذكر بأن البنك الفضالي لم يتفق حتى الآن على حجم الارتفاع المقرر في نسبة الفائدة في اجتماع البنك الشهر القادم ستيفن نبيل الحرى جاكسون هول هذا وأغلقت مؤشرات أسواق المال الأمريكية على انخفاض حاد في جلسة تدولات نهاية الأسبوع الجمعة مؤشر دو جونز للأسهم الصناعية أغلق على انخفاض بلغ أكثر من ثلاث نقاط فيما أغلق مؤشر S&P لأسهم الشركات الكبرى على انخفاض تجاوزت ثلاث نقاط مؤشر نازداك بدوره وهو لأسهم التكنولوجيا كان الأكثر خسارة في تدولات الجمعة حيث فقد نحو أربع نقاط وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من بوستن ألكزندر توميك الخبير الاقتصادي وعميد مساعد للإستراتيجية والابتكار والتكنولوجيا بكلية بوستن أستاذ توميك مرحبا بك معنا نأخذ حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قال بأن هناك زخم يعني مؤشرات لزخم قوي للاقتصاد الأمريكي ومع ذلك ارتفاع معدل التضخم ما زال عاليا وفي أرقام مرتفعة جدا مع هاتين المعادلتين حتى نبسط هذه القضية للمشاهد كيف يمكن أن تأتي الخطوة الثالثة برفع الفائدة لمواجهة هذا التضخم شكرا لاستضافتي في الواقع المسألة بسيطة بنك الاحتياط عندما يقول سيرفع معدل الفائدة فهذه هي الطريقة الوحيدة لمحاربة التضخم السؤال الآن في أمريكا والعالم ما هو الأسوأ هل التضخم أم البطء الاقتصادي بصورة أساسية الكثير من الناس يأملون وكما يقولون كان هناك زيادة في شهر يوليو وعدم زيادة فيها التضخم وباول كان واضحا أن التضخم لا يزال عاليا وسيستمرون في رفع أسعار الفائدة وهذا سيؤدي إلى بطء الاقتصاد والبنك الاحتياط على معرفة بذلك الآن المواطن الأمريكي الطبقة المتوسطة حينما يستمعون إلى مثل هذه الترجيحات بأن الفائدة ربما سيتم رفعها ما هو التأثير على هذه الطبقة؟ بصورة أساسية ما يعنيه هذا هو أنه سيجعل الأمر مكلفا بالنسبة للناس حيث لا يستطيعون تمويل الاقتراض وبالتالي سيكون أكثر تكلفة شراء البيت أو الاقتراض والإنفاق وهذا سيجعل الاقتصاد بطيئا أيضا نراقب سوق العمل حتى الآن سوق العمل كان مقيدا لم نرى فقدان للوظائف ولكن رأينا أو السؤال الكبير الآن هو إذا استمر بنك الاحتياط في زيادة سعر الفائدة فمتى سنرى سوق العمل يتأثر بذلك؟ هل أفهم من ذلك بأن ارتفاع أو رفع الفائدة هو أفضل للمواطن من زيادة التضخم؟ يعني الآن التضخم موجود الفدرال الأمريكي لاحتياط الفدرال يريد أن يواجه هذا التضخم برفع الفائدة هل رفع الفائدة أفضل للمواطن؟ هذا سؤال عظيم رفع سعر الفائدة يقيد التضخم ويدر على المدى القصير ولكن ليس على المدى الطويل التضخم في نهاية المطاف سيؤدي إلى بطء أكثر خطورة للاقتصاد وألم أكثر للمستهلك لهذا السبب المسألة حساسة سياسيا من أجل السيطرة على التضخم يجب أن تفرض آلام اقتصادية وفكرة أن من الأفضل أن يحدث هذا بسرعة هذا أفضل مما لو انتظرت للتضخم وتأثير التضخم إذا لم نوقفه لهذا السبب ترى زيادة في سعر الفائدة وفي نفس الوقت الرئيس بايدن يقوم باعتماد تشريعات تدخل مال في الاقتصاد وهذا يخفف معاناة الناس ولكن يزيد التضخم على ذكر التخفيف من معاناة الناس نتذكر في 2020 حينما كانت الجائحة بذروتها كانت هناك شكات تصل إلى بعض المواطنين الذين يعني يتلقون راتبا سنويا محددا هل تتوقع بأن أيضا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بذات الخطوة لمساعدة المحتاجين بإعفاء ضريبية أو شيء من هذا القبيل مرة أخرى ماذا تريد أن تفعل أمريكا لا يمكن أن تفعل ذلك مع وجود التضخم والتضخم موجود نتيجة لزيادة السيولة في 2020 وبعدها هذه هي المقايضة التي نواجهها نريد السيطرة على التضخم وإبطاء الاقتصاد أم نريد عدم إبطاء الاقتصاد ولكن يكون هناك تضخم أكبر وأكبر البنك مع السيطرة على التضخم والجزء المالي بمعنى الحكومة والرئيس لديهم تردد في عمل ذلك لذلك يعتمدون هذه القوانين لتمويل البنى التحتية وقروض الطلاب إلى آخره في 2020 التضخم كان أفضل اليوم نتساءل إذا لم نفعل أي شيء سيكون هناك تضخم كبير جدا أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ضيفة من بوستن ألكزندر توميك الخبير الاقتصادي وعميد مساعد الاستراتيجية والابتكار والتكنولوجيا بكلية بوستن شكرا جزيلا شكرا جزيلا وتوجه غالي للعاصمة التونسية للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا التي تحتضنها تونس يومي السبت والأحد شبح أزمة غير مسبوقة منذ استقلال البلدين يخيم على العلاقات بين الرباط وتونس استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة بوليساريو المطالبة بالانفصال عن المغرب إبراهيم غالي يثير حفيظة المملكة المغربية ويحرك رد فعلها الفوري على الخطوة التونسية الخارجية المغربية أعلنت استدعاء سفيرها في تونس وأصدرت بيان قالت فيه إن الاستقبال الذي خصصه الرئيس التونسي لقائد ميليشيا انفصالية وفق ما جاء في نص البيان هو فعل خطير غير مسبوق يؤذي بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية غالي وصل إلى تونس للمشاركة في منتدى التعاون الياباني الأفريقي تيكاد ثمانية المنعقد في العاصمة التونسية وفق بيان الخارجية المغربية فإن الجانب الياباني نصح التونسيين بعدم إشراك جبهة بوليساريو في القمة وهو ما خالفته إدارة الرئيس سعيد بدعوة زعيم الجبهة واستقباله من قبل الرئيس التونسي خطوة اعتبرت الرباط أنها تؤكد نهجا تونسيا بدأ في المدة الأخيرة للمغرب ومصالحه الرئاسة التونسية التي نشرت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي صور الرئيس سعيد وهو يستقبل ضيوف القمة أحجمت عن نشر صور استقباله لزعيم بوليساريو لكن ذلك لم يخفف حدة الغضب المغربي ولم يمنع الرباط من إعلان مقاطعاتها للقمة بشكل رسمي وكانت الدبلوماسية التونسية حرصت خلال عقود على التزام الحياد في ملف الصحراء الغربية الذي يمثل نقطة نزاع دبلوماسي مزمن بين أكبر بلدين في المنطقة المغاربية الجزائر والمغرب حيث تدعم الجزائر جبهة بوليساريو وتناصر مطالبها بالاستقلال عن المملكة المغربية في حين تعتبرها الرباط ميليشيا انفصالية وتتمسك بسيادتها على الصحراء الغربية تمثل خطوة سعيد الأخيرة باستقبال غالي خروجاً غير مسبوق عن نهج تونس الحيادي والحذري حيال هذا الملف ما قد يؤذن بأزمة علاقات معقدة مع الرباط كشف عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سامر سليم للحرة أن تغذية المناطق اللبنانية كافة بطيار الكهربائي قاربت من الصفر بسبب نفاذ مخزون المؤسسة من الوقود ووضح سليم أن معملة الزهرانية العامل الوحيد المتبقي تراجع إنتاجه لأدنى مستوياته وقد يتسبب توقفه بانقطاع طيار الكهربائي عن أغلب الأراضي اللبنانية بعدما تخلى أصحابها قصراً عن الكهرباء التي توفرها الدولة بسبب انقطاعها المستمر أصبحت الكثير من المصانع تعمل بالحد الأدنى من طاقتها وصولاً إلى العتمة الشاملة وتعاني العديد من القطاعات المنتجة من هذه الحال ما يكبدها المزيد من الخسائر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد ما في بلد بالعالم القطاعات الإنتاجية فيها تعيش بدون كهرباء الكهرباء شو ما كانت هي أرخص من المزود والمولدات بتشكل الفرق إذا كان حطولك الكلفة الكهربائية سعر الكهرباء الجديد رح تفرق معنا نحنا بحدود 70% الفاتورة إذا بدنا نستعمل المزود والديبرشيشن طبع المولدات تداعيات قطاع الكهرباء العامة تصيب المواطنين بأضرار مباشرة فيحرمون من المياه التي تحتاج إلى الطاقة للوصول إلى منازلهم فيما يشكون من ارتفاع كلفة تأمين الكهرباء عبر المولدات الخاصة نحو 20 معملا لإنتاج الطاقة تملكها مؤسسة كهرباء لبنان لا يعمل منها حاليا إلا تلك التي تستخدم المياه لتوليد الكهرباء في بعض المناطق في حين توقفت المعامل الأكبر المخصصة للعاصمة وباقي المدن عن الإنتاج بعد نفاذ مخزونها من الوقود الذي تحاول المؤسسة توفير كميات منه مؤقتا بالمبدأ العطمي الوجود الحلول أليلة لأنه في حصار كبير على كل شيء يعني صار بطل فيه خدس بطل فيه أدوي بطل فيه مستشفيات وغيره والشعب هادي بطريقة أنه عم يتقبل كل شيء تعود ومتقبل كل شيء والمسؤولين مبسوطين بما أنه ما فيه أي مطالبة جدية بتغيير الوضع فبعضهم مستمرين باللي عم يعملون النفط العراقي منتظر وصوله الشهر المقبل بينما يحتاج استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى إقرار الإصلاحات المطلوبة من حكومة تصريف الأعمال ومنها زيادة تعرفة الكهرباء العامة على المشتركين والتي أعلن وزير الطاقة وليد فياض الاتفاق على تطبيقها أمام هذا الواقع وفي غياب الحلول المستدامة يلجأ المقتدرون إلى البدائل على حسابهم الخاص وتتصدر الطاقة الشمسية قائمة تلك البدائل لتأمين الكهرباء إلى المنازل والمتاجر وغيرها من المصالح ويليام عزام الحرة بيروت قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان وأصيب تسعة آخرون في غارة جوية على أقليم تيجراي شمالي إثيوبيا وفق ما أفادت مصادر طبية في الإقليم من جهتها أكدت الحكومة الإثيوبية أن طيرانها لا يستهدف سوى مواقع عسكرية وصفة إعلان متمردي تيجراي عن ضربة جوية أودت بحياة مدنينا في ميكيلي بأنها اتهامات واهية الغارات الجوية تتجدد على مدينة ميكيلي عاصمة منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا الغارة الجديدة أدت إلى تدمير عدد من المباني كما أوقعت إصابات وفق ما ذكرت وسائل إعلام تابعة لجبهة تحرير تيجراي وعرضا تلفزيون الإقليم صور لمباني مدمرة وجرحة على الأرض يتلقون الرعاية الطبية في حين أكدت إحدى منظمات الإغاثة أن موظفيها في ميكيلي سامعوا دوي انفجار ونيران مضادة للطائرات وقال متحدث باسم جبهة تيجراي إن طائرة ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة للأطفال في ميكيلي حيث قتل وجرح مدنيون على حد تعبيره الحكومة الإثيوبية من جانبها أعلنت أنها ستشن عمليات ضد أهداف عسكرية في إقليم تيجراي وذلك بعد يومين من عودة المعارك مع المتمردين في الإقليم وأعلنت الحكومة الإثيوبية في بيان عن استعداد تام لنقاش غير مشروط لكنها أكدت في نفس الوقت عزمها على شن عمليات ضد القوات العسكرية المناوئة للسلام وفق ما ورد في البيان ودعت حكومة أديس أبابا الأشخاص المقيمين في منطقة تيجراي إلى الابتعاد عن المواقع التي تضم معدات عسكرية أو منشآت تدريب تجدد القتال في شمال إثيوبيا لقي ردد أفعال دولية فقد دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش رئيس الوزراء الإثيوبي وزعيم منطقة تيجراي إلى وقف فوري للقتال الذي تجدد بعد هدنة استمرت خمسة أشهر وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك إن جوتيريش أجرى اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس جبهة تحرير شعب تيجراي أكد خلاله على ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف حوار سياسي فعال بين الطرفين وأبدت الأسرة الدولية مخاوفة من استئناف المعارك في إثيوبيا معربة عن خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى سفك المزيد من الدماء وتشريد الآلاف وسط غموض لا يزال يلف المحادثات بين الحكومة والمتمردين أهلا بكم أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة مظللة جزئيا تشرح مبررات تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجعه بفلوريدا في وقت سابق من هذا الشهر وكشفت المذكرة أن المحققين كانوا يدققون بمسألة إزالة غير صحيحة للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها فضلا عن إخفاء أو إزالة السجلات الحكومية بشكل غير قانوني ومن المرجح أن تقدم الوثيقة حتى في شكلها المنقوص بعض التفاصيل الجديدة حول التحقيق الجنائي الجاري الذي من شأنه يشكل تهديدا قانونيا جديدا لترامب أطلق رئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية بصورة رسمية الحملة الانتخابية الخاصة بالحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل بايدن وفي التجمع الانتخابي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بولاية ميرلاند قرب العاصمة واشنطن شدد على أن إدارته حققت الكثير في فترة العام والنصف الماضية دعين الأمريكيين إلى ضرورة التعامل بجدية مع التحديات التي تواجهها البلاد حاليا يعود الرئيس جو بايدن مجددا إلى أجواء الحملة الانتخابية لكن هذه المرة بصورة مختلفة دعما لحزبه في انتخابات التجديد في الكونغرس إضافة للانتخابات حكام الولايات والمجالس المحلية دعم حرص بايدن أن يكون من خلال التأكيد على ما تحقق خلال فترة العام والنصف عمر إدارته وهو رصيد يعتقد الديمقراطيون أنه يؤهلهم للحصول على تقة الناخبين في نوفمبر المقبل دعوني أكون واضحاً ستة وسبعون يوماً فقط تفصيلنا عن موعد الانتخابات وهو حدث حاسم في بلادنا لأن الكثير سيكون على المحك هناك حق الناس في الاختيار وحق العمال في حماية تأمينهم الاجتماعي وهناك مستقبل هذا الكوكب المهدد بايدن ومن ولاية ميرلاند أطلق رسمياً حملة حزبه لانتخابات التجديد النصفي معلناً الخطوط العريضة الاستراتيجية لهذه الحملة التي سوف تشمل عشرات المدن الأمريكية للحديث عن إنجازات إدارته وعن ضرورة حماية الديمقراطية الأمريكية سيكون تركيزنا بالكامل على أولئك الذين يصنعون النمو الحقيقي لاقتصادنا إنهم أصحاب الأعمال الصغيرة والعمال يحرص الديمقراطيون على إظهار تلك السلسلة من المشاريع القانونية التي أقرها الكونغرس وهي المنجزات التي يؤكد بايدن أنها تعزز تقة الأمريكيين في إدارته وفي المرشحين الديمقراطيين لانتخابات نوفمبر المقبل بعد هذا الخطاب بتواضحاً الآن مصار تلك الخطة التي يريد الديمقراطيون الترويج لها سياسياً في المرحلة المقبلة وهي حديث عن تلك الالتزامات التي قطعها الرئيس بايدن عن نفسه خلال الحملة الانتخابية ونجح في الوفاء بأغلبها حتى الآن في العامين الأوليين من عمر إدارته مسألة أخرى سوف تكون مركزية وحاسمة في خطاب الديمقراطيين وهي تلك المتعلقة بضرورة حماية الممارسة الديمقراطية والحريات الأساسية للأمريكيين رابح في لالي الحرة وشنطن رفعت شركة موديرنا الطبية الأمريكية دعوة قضائية ضد شركة فايزر بايونتيك لاتهامهما بانتهاك براءات حول تكنولوجيا أساسية للقاح بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال ضد فيروس كورونا وجاء في بيان صادر عن الشركة أنها على قناعة بأن لقاح قوميرناتي من فايزر وبايونتيك ينتهي كل براءات التي أوضعتها موديرنا بين عامي 2010 و2016 من جهتها أعربت المجموعتان فايزر وبايونتيك عن استعدادهما للدفاع عن مصالحهما بوجه مزاع موديرنا أقرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية يكون عام 2035 عام تشغيل جميع السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الجديدة بالكهرباء أو الهيدروجين هذه الخطوة تأتي بموجب سياسة أقرها المنظمون والمشرعون التي تسعى لخض كبير في انبعاثات الكربون وإنهاء حقبة المركبات التي تعمل بالبنزين ضمن مبادرات صديقة للبيئة حددت كاليفورنيا عام 2035 كتاريخ لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في سائر أنحاء الولاية التي تقود الجهود المبذولة في البلاد لبلوغ هدف صفر انبعاثات رئيسة مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا اعتبرت أن تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة لانبعاثات على طرق كاليفورنيا لا سيما الطرق السريعة أمر سيقلل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوث لجميع سكان الولاية هذا الاقتراح سيسرع حقا معدل اعتماد السيارات الكهربائية داخل ولاية كاليفورنيا خطة طموحة لسلطات كاليفورنيا المحلية لكن تلك الخطة تواجهها تحديات عدة أبرزها البنية التحتية للسيارات الكهربائية التي تتطلب نصب محطات شحن كهربائية في عموم الولاية فضلا عن تحدي التكلفة الباهظة للسيارات الصديقة للبيئة وهذا يعني أن ذوي الدخل المحدود هم أكثر الفئات التي ستعاني من تداعيات تلك الخطة أعتقد أن أكبر ثلاثة تحديات تواجهنا هي القدرة على تحمل تكاليف السيارات الكهربائية التي عادة ما تكون أكثر كلفة ولا نريد بالتأكيد إخراج المشتريين ذوي الدخل المنخفض من السوق بالإضافة إلى تحدي توفر البنية التحتية النص الذي أقرته سلطات كاليفورنيا سيحضر على مراحل بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين فالمرحلة الأولى تنص على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية أعتبارا من العام 2026 خاليا من الانبعاثات أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الهايدروجين إضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين في الولاية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعين مليون نسمة وهي أكبر سوق في الولايات المتحدة تؤثر معايره على قطاع التصنيع في سائر أنحاء البلاد بهذا نكون مشاهدين وصلنا لنهاية هذه النشرة من العاصمة وليكم تذكر بأبرز العناوين بمناسبة مرور عام على هجوم كابل الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين أينما كانوا البيت الأبيض يقول أن سوليفان وغانس ناقشا خلال اجتماعهم اليوم التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبالرغم من تأكيده أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكية تظهر زخما قويا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرجح فرض زيادة جديدة على أسعار الفائدة لمواجهة معادلات التضخم العالية كانت هذه مشاهدين أخبارنا من العاصمة لهذه الليلة تابعوا المزيد من الأخبار عبر الحرة.com ومنصات الحرة على مواقع التواصل الاجتماعي موجز للأخبار بعد قليل والزميل يوسف الخالدي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة